اشتركوا في القناة 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 اول من اخذ عصمان قال ارأيت المرأة قالت زنيت بذرغمين تستهل وتستبشر بهذا الزنة فقال عصمان والله ما ارى الحد الا على من علمه واستهلالها يدل على عدم علمها فتركها عمر ولم يحدها الحد ليش لوجود المانع اللي هو يش الجهل لوجود المانع كذلك قدامى بن مذعوب دي ايضا من الموانع قدامى بن مذعوب امام البشر يأتي بدلو الخمر ويشرب فاذا تكلموا معه قال حلال ليس بحرام قالوا اين دليل قال قال الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا اذا ما اتقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا فتأول بهذا التأويل على شرب الخمر ولذلك عمر بن الخطاب ما استطاع ان يجده مع انه اته اته بالحد لكن ما جلده عمر بن الخطاب ده وجود التأويل الذي يعذر به ايه الفهم الخاطئ بس يكون تأويل سائغ يعني مفهوم يولا دي اجبرنا على ان نقول الفعل يمكن ان يكون كف ممكن يكون كبيرة ممكن يقضع عليه الحد لكن الفاعل نفسه حتى اطبق عليه الحد حتى اقول انه هو كافر لابد ان تتوفر شروط وتنتفي موانع كفاء الصحابة رضو الله عليهم بعدم الحد على من جاهل وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقاطر احد حتى يعلم يقينا انه قد احسن قد بلغته الحج وذلك صلى الله عليه وسلم ما كان يقاطر حتى تبلغ الحج والله جل الله عليه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله نبدأ اليوم ان شاء الله في نواقد الايمان واقول الايمان قول وعمل قول اللسان وقول القلب والعمل وعمل الجوارح وعمل القلب هناك نواقد اذا اتى بها الانسان هدم ايمان نبدأ اولا بالنواقد القولية وانا وزعت امر النواقد على الاركان حق لله حق لدين الله حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق لكتاب الله حق للمغيبات الملائكة الجن البعث القب كل هذه حقوق نتكلم عنها كيف يخرج المرء بقوله من الملة اذا نقض ايمانه في جزئية من هذه الجزئيات اولا نواقد في حق الله الله جل وعلا خلق الخلق لحكمة عظيمة ولغاية سامية الا وهي عبادته جل وعلا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولن يبلغ احد في عبادة الله المبلغ الذي ينجيه حتى يكمل غاية الظل مع غاية الحب غاية الظل اي غاية التبجيل والتعظيم لله جل وعلا وعمل القلب المقر فيه هو امر التبجيل والتعظيم لله جل وعلا اي قول يخالف هذا التعظيم والتبجيل فهو كفر اقول اول الاقوال التي نستدل بها على كفر طائلها هلا وهو القول بقدم العالم انتبهوا جيدا القول بقدم العالم هذا قاله الفلاسف ارسطو افلاطون ابن سينة هؤلاء اوباش الناس زبلات ازان الناس يقولون بقدم العالم او تسلسل العالم معنى قدم العالم انهم يقولون ان الله جل وعلا علة تامة والخلق يعني هما يقولون العلة الفعالة والخلق معلول بالنسبة للعلم للعلة ملازم للعلة العلة تولد منها معلول هو الخلق فالخلق ملازم لله جل وعلا ازلا وابدا مفهومة هادي انا عارف انها مش مفهوم ما ايه سفسطة ما هذه الفلسفة اللي هي سفسطة حق وده اللي تكلم ديها ابن عربي ابن سيناء كما سنبي هم يقولون الله ما يتكلم عنه ويسمونه الله يقولون العلة الفعالة هذه العلة الفعالة تولد منها ده كلام قريب من الاتحاد والحلول تولد منها الخلف يبقى اول حاجة ما خلقش لا تتلازم العلة موجودة لازم المعلوم يكون معاه لازم تلازم الخلق اللي هو الكون سماوات اراضين بحار اشجار خلق بشر كل ذلك ملازم للعلة الفعالة اللي هو ملازم لمن لله يحاشى لله هذا كلام مفهوم ان الناس سلم يقول كان الله لم يكن شيء قبل وكان عرشه على الماء وهم يقول لا الله معه الخلق لان الخلق مع الله ترابط وفيق للعلة والمعلوم فهمت قريبة كده قريبة خلاص طيب يبقى معنى كده ان هم لغوا امر الربوبية هذا ناقد من نواقة الايمان كف طيب هل في ادلة على اثبات ان هذا كف نعم اولا تعطيل الله جل وعلا عطالوا اهم نوع من انواع التوحيد وهو من اهم انواع التوحيد وهو توحيد ها سند توحيد الربوبية لانهم ايش عطالوا صفة الخلق والله جل وعلا يقول وما خلقتوا الجن والانسا الا ليعبدون وقال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام فسفة الخلق سفة لازمة لله جل وعلا فقد عطلوها معنى كده ان هم يقولون من العلة دي او المعلوم او الكون متولد من هذه العلة ما خلقها يبقى عطالوا اول سفة والسفة للخلق وعطالوا نوع الربوبية وانت لابد ان تعتقد جزما ان الذي رزقك هو الله الذي خلقك من عدم هو الله والذي يميتك هو الله جل وعلا يعني الخلق كله من الله جل وعلا الثاني الذي يدل على كفر قولهم انهم انتقصوا من حق الله جل وعلا ومن قدر الله جل وعلا والاصل التعظيم والتبجيد قالوا الخلق كله متولد من العلة الفعال متولد من ايش من الله كانا استغفر الله اذ條 اقول والله انا ادوخ من هذا الكلام لكن لابد ابين لكم يعني كأن الكون متولد من الذي خلق يعني الام وابنها فيسوا بقى انتمو انا مش ادا اصرح يعني كالام وابنها فنسبوا لله ايش الكون كله لها النصار نسب الولد واليهود نسر الولد خلاص ودون نسبوا كل الكون ابن سيناء وابن عربك أو لا كل الكون الله جل وعلا فخرقوا له بنينا وبنات بغير علم والله جل وعلا يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وهم يقولون لا لتولد منه كل الخلق وكل الكون مفهومة هذه فهذا ناقد ثاني من ناقد الإيمان أنهم كذبوا صريح القرآن بأحاديث الله جل وعلا ونسبوا له الولد وهذا من أعظم المسبة والشت لله جل وعلا مفهومة هذه يا الله طيب هذا أيضا من النواقد الثالث أنهم عطلوا الإلهية إذا قالوا أن الكون هذا المتولد من الله جل وعلا حاشا لله يعبدون أنفسهم ولا يعبدون الله جل وعلا يبقى أول ناقد من النواقد القول بقدم العالم وهو التسلسل ممكن اللي بيستمع هذا الكلام يقول ده أرست وأفلاطون انتهوا في هذا العصر من تكلم بهذا الكلام لكن بتدقيق النظر ستعلم من الذي يتكلم بهذا الكلام أحد يعرف أحسنت هذا هو لأن عبد الصبور شهيد إيش يقول يقول لا هذا مش أول البشر ده في خلق قبل طيب كذب القرآن معنى كده يقول بإيش بالتسلسل فده يدل على القدم أو قدم العالم باللزوم كلام عن قدم العالم باللزوم وما أرى أحد نظر هذه النظرة الصحيحة لكلام عبد الصبور شهيد والرجل بهذا القول قول كفر لكننا ما نقوى نحن نكفره طبعا كما قلنا قلنا أن كل هذه كفر عين ولا كفر نوع كفر نوع فالقول من عبد الصبور شهيد بأمر أن آدم ليس بأبو البشر لا هذا كلام يعني يدل على التسلسل وقدم العالم وهذا كفر ولا عزب الله الثاني أو الناقد الثاني قولهم بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول وده متفرع عن القول الأول يعني القول بالتسلسل وقدم العالم متفرع عنه القول بالاتحاد والحلول وهذا القول طبعا أتى به ابن سينة وابن عربي النكر هذا وغلات الصوفية قال البستامي هذا البستامي من غلاتهم كان يقول ما في الجبة إلا الله يعني ما في هذا القميس الذي أرتديه إلا الله عليه من الله ما يستحق أهلكه الله وأهلك أقواله يعني قبحها الله من طائل فهو بذلك ينبئ للناس ويبئي للناس أن من الذي تقول عنه في الإلهية فهو يقول ما في الجبة إلا الله وآتى الرجل المتقن الدقيق في العلم الذي يبلغ من العلم يبلغه الذي ارتقى رقي لا أحد يمكن أن يرتقى هذا الرقي إلا وتقصف رقبته هذا رجل ابن عرب الناكر هذا من علمه ودقة علمه وتبحره في الجهل يقول العارف يعني دقيق العلم العارف من رأى الله في كل شيء بل العارف من رأى الله عين كل شيء مفهوم هذا الكلام ولا مش مفهوم يعني يقول العارف دقيق المعرفة والعلم من رأى الله في كل شيء بل يرى أن الله عين كل شيء هذا كفر يعني تنغيص في القلب يعتصر القلب ألما مما يقاتل نعم يقول العارف من يرى الله في كل شيء على الحلول استغفر الله على الحلول أما يقول بقى من يرى الله عين كل شيء للتحاد وانا مش عايزين نفعه حتى مرقشش في المتهات الهبلة اللي هم فيها هذه ولا عزو الله هذا سفى وبؤوة يعني يعني كفر مبين أمثلا هذا ناقد الثاني الناقد الثاني القول بالاتحاد والحلول أيضا ناقد من نواقد الإيمان القولي وطبعا العديل على ذلك الكثير لأن الله جل وعلا بيّن أحدياته وبيّن أن الله جل وعلا هناك فارق بين الخالق والمخلوق صح قال لي لا ولازم قولهم أن الإنسان لا يعبد الله بل يعبد نفسه أو يعبد غيره أو يعبد يعبد ابن سينة وابن عربي وابن فارد هؤلاء الكفر الفجر مفهوم هذا الناقد الثالث أيضا في حق الله جل وعلا وهو سب الله يعني أنا أستغفر الله جل وعلا ويعني أتراجع كثيرا ما أدري كيف هتلفز بالأقوال الآتية لكن هي تبيينا وأبرأ إلى الله من القائلين وأستغفر الله على هذا القوال سب الله جل وعلا من أشد النواقد للإيمان فمن تجرى على سب الله جل وعلا فقد كفر وعبادة الله قلنا أنها تتوقف على التعظيم وعلى تبجيل الله وما سبت الله تنقيص من حق الله سب الله له صور كثيرة الأولى إنكاره كما فعلت روسيا الشيوعيون هؤلاء والصين وغيرها والثاني نسب الولد لله جل وعلا ثالث من أشد الشتر ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي يشتمني بن آدم يقول له ولا حش الله ذلك قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن لقد جئتم شيئا ابدأتكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدى أن دعوا للرحمن وقالت اليهود عزير نسبوه إلى الله جل وعلا وقالت النصارى المسيح نسبوه إلى الله جل وعلا ذلك قلوهم بعفوهم يدعون قولا الذين كفروا قاتلهم الله أنا يؤفكون كذلك من سب الله جل وعلا أن يقولوا كما قالت اليهود مثلا أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم بعد ذلك تعب فلما تعب ارتاح كوم السبت هذا فيه مثب لله ما هي تعب اتهمون بالنقص والعذو بالله بأنه تعب والتعب نقص والله جل وعلا يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب ولا أيام الثاني قالوا الله جل وعلا بعدما خلق الخلق فرأى أولاد أدم يعزون في الأرض فسادا بكى ثم أرمط حاش لله ذلك كأنه لم يعلم بما يحدث من بني آدم قاتلهم الله من قوم خنزير أولاد خنزير ولا عذو الله فاتهم الله جل وعلا بهذا قالوا بعدما رأى من أولاد آدم ما يعيثون في الأرض به فسادا بكى فأرمط وهذا أيضا نقص ومسبة في الله جل وعلا أيضا من أنواع المسبة في الله جل وعلا أن تذكر الله وأنت على معصاة الله هذه نوع مسبة لله جل وعلا وهذا أيضا نقص من نواقض الإيمان مثل ذلك الإمام النووي في روضة الطالبين قال من أخذ كأسا من القمر وجاء يشرضها فقال بسم الله فقد كفر لأنه وضع اسم الله في غير موضوعها والعذو الله نهيك باع على بحار أفلام التمثيلات التي تحدث هذه الرجل داخل يفعل الفحشة وهو داخل الفحشة يقول عين يا رب يعني يقول بسم الله يا رب أوينه والعذو الله كل هذا ذكر لله لله جل وعلا واسم لله جل وعلا في المعصية فهذا ناقض من ناقض الإمام لأن لازمه الاستخفاف والاستهزاء بالله الكريم كذلك بعض الهالكين لعل بعضكم سيعرفوا كان يطوب بالكعبة وبعدما يطوب بالكعبة يقول جل من لا يسهو على ما يزعمون يستخف بجلالة الله لله وعلا فيقول جل من لا يسهو على ما يزعمون يعني استخفافا واستهزاء بصفة صفات الله لله وعلا أنه لا يضل ولا ينسى ولا عزب الله أهلكه الله وعراحنا الله منه بفضل منه ونعمة الأذن على أن السبب الله جل وعلا ناقض من ناقض الإيمان في الكتاب كثيرة وفي السنة كثيرة نأخذ منها أولا قال الله تعالى أولا أن السبب إذاء لله جل وعلا والله جل وعلا يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينة يبقى في الدنيا ملعون مطروض من الرحمة الله جل وعلا ممكن لناظر يقول طيب في الأخ ممكن يغفر له فقال وفي الآخرة تأكيدا أنه متروض أيضا من رحمة الله في الآخرة لأن مسبة الله من أعظم الكفر وعد له عذابا مهينا مقيما يهان فيه الثاني أنه فقد أهم شرط في الإيمان من أعمال القلوب وهو لا لا أحسن تبجير الله جل وعلا وتعظيم الله جل وعلا وجلالة قدر الله جل وعلا والله يقول وما لكم لا ترجون لله وقار ما لكم لا ترجون لله وقار تعظيما وإجلالا وتبجيلا وقال جل وعلا وما قدر الله حق قدره فبمقدار الله وبجلالة الله جل وعلا في قلبك يظهر إيمانك على ذلك والمسبة ضياع لهذا التبجيل وهذا التعظيم والعجل الله الثالث أن الله جل وعلا كفر من استهزأ بسم الله جل وعلا أو استهزأ بالله جل وعلا والسب أشد من الاستهزاء قال الله تعالى قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تحتزروا قد كفرتم فالسب أقوى من الاستهزاء فيكون ده من باب قياس العلة يعني نقيص على الاستهزاء السب ايبا ايبا لا مش كده احنا يوم الاثنين شرحنا القياس هذا صحيح قياس العلة قياس ايه قياس الاولى فبواحد يديني ايبا من باب اولى ان كان الاستهزاء كفر فمن باب اولى السب يكون كفرا كذلك اجمع الامة اجمعة الامة على من سب الله جل وعلا او سب مقدسات الله كمن سب الكعبة او سب بيت المغدس او سب اي شعير من الشعائف التي يعظمها الله جل وعلا في كتابه قد كفر طال اسحاق ابن رهوي هو يعد الامام الشافعي والامام محمد قال اجمعة الامة على ان من سب الله جل وعلا او سب رسوله او سب اية من اياته او سب مقدسات من قصة الاسلام او كما قال فقد كفر فهذا اجمع الامة اذا نواقض الامان في حق الله القول في قدم العالم والتسلسل القول الثاني الاتحاد والحلول الثالث المسبة والتنقيص من قدر الله جل وعلا نأتي الى الجزئية الثانية او ناقض من نواقض الامان القولية في حق اخر وهو حق الدين الله جل وعلا اختار هذا الدين ليكون قيما على الاديان كلها واختار هذا الدين ليكون خاتما لهذه الاديان واختاره الله وتفضل علينا به قال ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه والله اصطفى هذا الدين قال الله تعالى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا انتم مسلمون ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم فارتضى الله لنا هذا الدين فمن سبت دين فقد كفر من سبت دين فهو ناقد من نواقد الإيمانقال القولية وله صور كثيرة منها المشهور بين السفل الصفهاء الذين يصبون الدين يعني كلما الإنسان يبقى متنرفز يسب الدين يسب الدين أباءه يسب الدين أمه يسب الدين أخاه هذا السب السب في هذه اللحظة قد كفر وآتى بكفر وهو سب الدين كذلك من سب الدين تسريه احكامه والعزو الله ان يقول مثلا ان اطع اليد ده تخلف ده وحشية هترجم الزاني فهذا من باب سب الدين كذلك من باب سب الدين اللحية يقولك ماشي بها زي المكنسة والعزو الله او يصب امرأة انتقبت وعطعت الله جل وعلا بامتسال امر الله جل وعلا فيصبها فهذا مسبة للدين ايضا من مسبة الدين الخفية هو ان تقول هناك تساوي بين الراديان الله جل وعلا انتقبت الراديان الدين الاسلامي والدين المسيحي والدين اليهودي كل هؤلاء اخوة لانهم اخوة في الايمان فمن قال بتساوي الاديان ايضا فقد كفر من قال بزمالة الاديان فقد كفر اما من تنطع وخرج علينا وقال اخواننا اليهود اخواننا النصارى الدين اليهودي من السماء نزل الدين النصراني من السماء نزل كيف تنكرون علينا احسن الظن بالرجل اكثر ما يكون احسن الظن به انه يعمي على الناس لم يحرق. لليهودية التي لم تحرق. او الناصرانية التي لم تحرق. سني الظن بهذا الرجل الذي يقول بزمالة الاديان. فان كان كذلك فهو خائن وحسابه على الله. لانه يعمل على السفاء والجهلة. كيف يفرقون. وان قصد ان هذه الاديان تساوي دين الاسلام فقد كفر. فان هذا كفر. لان الله جل وعلا بيّن ان هذا الدين قيم على كل الاديان. وان الدين الخاتم هو الدين الصهيح. الادلة على ان سابب الدين كافر اولها. احد يعرف? نعم. احسنت. فقاتلوا ائمة الكفر. فسمهم ايش? كفر لانهم تعنوا في الدين. والمسبة تعن في الدين. الدليل الثاني? الدليل الثاني هي ادلة ايش? كفر من سب الله. لان من سب الدين فقد سب من استفاء. والله جل وعلا يقول ان الله استفى لكم الدين يعني هو الذي اختاره لكم. فمن سب الدين فقد سب الذي انزل هذا الدين فبالتبعية يكون او باللزوم يكون سابب لله جل وعلا ويكفر من هذه النحية. الثالث ان ما ثبت الدين ايش? استهزأ به. ونص الاية قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتزروا قد كفرتم. الرابع من الادلة قول الله تعالى ان الذين يحدون الله ورسوله اولئك في الاذلين. وجه الشاهد من هنا ايش? هذه الاية تدل على ان الذي يسب الدين كافر. ان الله قال في كتابه ان الذين يحدون الله ورسوله اولئك في الاذلين. سابب الدين كافر بهذه الاية. نعم. صح كده. اللي بيسب الدين محدد لله جل وعلا. ده اول شق من الدليل. الذي يسب الدين فهو محدد لله جل وعلا. وهو كافر بالشق التاني. اولئك في الاذلين. هل المؤمن ممكن يكون في الاذلين? وصف الاذلين لمن? الكافر والمنافقين قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وصف الاذلين لا يكون الا للكفار. فهذا الدليل الاخير من ادلة ان سابب الدين يخرج من الله ويكون اتى بناقض من نواقض الامان القولية. كذلك من نواقض الامان القولية في حق الرسول. فمن سب الانبياء باجمال او بتفصيل. ومن سب الرسول خاصة فقد كفر. نسيت اقول في سب الله جل وعلا ان حكمه الذي يسب الله كفر. حكمه ان يقتل مرتدا. ويستتاب على خلفنا العلماء والصحيح ان هو يستتاب. فان تاب فلا يقتل. احفظوا هذه جيدا. فان تاب فلا يقتل. لان الاصل في حق الله جل وعلا المسامح. نأتي لناقض من النواقض التي تمس الرسل. فمن سب الرسل فقد اتى بناقض بالنواقض الامان. وسور سب الرسل كثيرة. منها اولا السب العالمي للرسول. والذي يرضى بسب الرسل هو كافر ايضا. كما فعلت هذه الخنزيرة. احفظ القردة والخنزير ورسمت سورة النمسي سلم وقال سيدة محمد كما فعل. فمن راضي بهذا الفع فهو كافر مثلها. والسب الثاني او صور السب الثانية ان ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يغمزه بالقول. يقول لو جاني النبي واتكلم الكلام دا مش هستقه. فده غمز بايش? بتجذيب النبي أو يعدو بالله. او يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل كعب بن الاشرف الا غدرا. فياسفه بايش? بالغد. او يقول ما قتل ابن خطل الا غدرا ما قدرت الامى كذا هذا الكتاب الصيح فيه أنه هو شاعر جاهلي كما قال هذا الهالك تلحصين أو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يعني كالرجل فاضل وهو من العظماء وما يثبت له النبوة فهذا أيضا من صور المسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الأدلة على كفر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة منها أولا أن هذا إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا يبقى الملعون مطرود من رحمة الله لله وعلا الدليل الثاني على أن الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كافر ويخرج من الملة نص صريح في الاستهزاء قال الله تعالى قل أب الله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدروا قد كفرتم فكفرهم بالاستهزاء والسب أشد والسب أشد أيضا من قياس الأولى قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعملكم وأنتم فقال تحبط أعملكم إذن فحبوط العمل معناه ردة وكف وعلق الحبوط بأن يرفع صوته فقط فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنا أحذر إخواني إذا كان يعني واحد معهم يقف يتناقش أو يلقي درس فيقول قال رسول الله فيعلو صوته عليه أخش عليه أخش عليه جدا من ذلك لأنه من باب ألا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي فالله جل وعلا علق حبوط العمل برفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فما بلكم بمن سبه وشتمه فمن باب أولى أن يكون كافرا حق من سب النبي صلى الله عليه وسلم القفل يقتل مرتدة فهل يستتاب على خلاف من العلماء العلماء قالوا يستتاب وبعضهم قال لا يستتاب يقتل ردة وده قال الحنابلة وبعض الشافعية والأحناف وبعض الشافعية قالوا لا يستتاب وهذا هو الرجح دليلا لأن الشارع متشوف لإيمان الكافر فما بالك ما نرتد نحن نأمل أنه يرجع إلى دينه لكن الكلام هنا إذا قلنا يستتاب هل يبقى عليه القتل أم لا قلنا إذا سب الله يستتاب فإن تاب قبل الله منه وقلنا لا يقتل لأن الأصل في حق الله المسامح والله غفور ورحيم أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتسامح في أمر مسبته أبدا فمن سب الرسول وإن تاب وأعلن إسلامه وتوبة يعني مشهور أمام الناس فهو لابد أن يقتل حكمه القتل ولا يترك أبدا هذا هو الصحيح الراجح يستتاب فإن تاب قبل التوبة وكان مسلما ويقتل حدا ولا يترك تعتقدون هذا تعتقدون هذا وأكد لكم هذا الاعتقاد بأدلة ما أنا سأبين الدليل على أنه لابد أن يقتل أولا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى هذا رجل أعمى كان عنده امرأة يحبها جدا له منها ولدان كاللؤلؤتين وكانت ترفق به جدا لأنه أعمى لكن كانت كل يوم تهجو النبي صلى الله عليه وسلم وتسب النبي صلى الله عليه وسلم وينهاها فلا تنتهي فأخذ السيف فأغمضها انظروا الرو يقول يحبها جدا وهي كانت ترفق به ومع ذلك قدم حب النبي صلى الله عليه وسلم هذا دلال على قوة الإيمان أن تقدم حب الله وحب الرسول على محاب نفسك فأغمض السيف فيها حتى أنزلها من بين رجلها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قتلتها لأنها كانت تسبق فأهضر النبي صلى الله عليه وسلم جعل دمها هضر أيضا لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة قالوا له ابن خطل ده كان بيسب النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بأسطار الكعبة في حرمة أكثر من حرمة الكعبة البلد الحرام ومكان الكعبة والمسجد نفسه المسجد الحرام فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه وهو متعلق بأسطار الكعبة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا واهدر دمه لانه سبى النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة والجلالة التي كانت تغني بما سبى النبي صلى الله عليه وسلم اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها هذه الدلة على ان من سبى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وان تب يقتل اعتقدتم هذا ساتكلم طيب انتم ممكن تشكلوا عليها تقولوا طيب انت قلت الذي ياسوب بالله تقبل منه التوبة ولا تقتله صح لا لا والذي يصب النبي صلى الله عليه وسلم تققتونه قلنا نعم طيب أنا أجيب عليها بعدما أورد عليكم الاشكال هذا القياس الأول سأبينه الأول اعتقدتم أن النبي صلى الله عليه وسلم من ثبه واحد لابد أن يغفر صحيح ولا لا والأدلة ظهرت أمامكم بإهدار دم الساب طيب اعتقدتم هذا فهي اشكال كي يعني اعتقدتم هذا لابد أن تجيبوا على هذا الاشكال أقول عبد الله بن أباية بن سلول قال لا يخرجن الأعز منها الأذى فوسم نفسه بأنه الأعز ووسم النساء سلام الصفة الثانية والعزب الله حاش الله وحاش لرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا رجل صاحبه بالخوارج بالخويسرة قام أمام النساء سلام هو يقسم الغنائم قال اتقل لها وعدك هذه قسم ما يرد بها وجه الله إذن سبن النساء سلام بل قضح في عدله والعزب الله ومع ذلك لم يقتل النساء سلام عبد الله بن أباية بن سلول ولم يقتل ذا الخويسرة طيب فما الإجابة الآن انتوا اعتقدتم أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تقتلوه صح لا لا وأكدت عليكم بالأدلة أنكم لابد أن تقتلوه طيب هتعملوا ايه في الأدلة دي لما قتلش عبد الله بن عمال بن سلول وما قتلش ده الخويسرة ها اعمال النظر العلة الأولى ودي أضعف شوية من العلة اللي بعدها العلة الأولى هي علة المصلحة والمفسدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل عبد الله بن عمال بن سلول حتى لا تحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه وكذلك زون الخويسر اما الدليل الثاني وهو الاقوى الذي نستدل به الان ان مسبة النبي صلى الله عليه وسلم هو نقل الشر وهو الذي يقيم القصاص فهذا قلص في حقه وهو الذي يقيم الحدود واسقط الحق وعفى عنه فاذا اسقط الحق وعفى عنه فهذا يرجع له اما الان هذه الاجابة عن ليش حق الله بنقول ان حق الله مثلا انه ما يقتلش هو الله من الافضل الله ولا الرسول الله لكن احنا عندنا ادل بينا من الكتاب والسنة ان حق الله الاصل فيها مسامح ومن تاب الله عليه كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف اما النبي صلى الله عليه الذي اسقط حقه لعبدالله ابن سلول واسقط حقه في حق هذا الثاني ذو الخويسرة ان لنا ان يخرج من قبره الان فيسقط حقه في من سبه ان لنا ان يخرج من قبره فيعفو عن من سبه شو ممكن اذا حق النبي صلى الله عليه وسلم باقي في اعناقنا ولابد ان نقيمه فلما النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في قبر عليه افضل صلى الله عليه وسلم فحقه في اعناقنا فلابد ان نأتي له بحقه ما فهو ماذا لا ما فهو ماذا لا ما فهو ماذا لا يبا اذا الذي يصب بالنفس السلم حكمه انه مرتد فاذا تاب فان الله جل وعلا يقبل توبته لكن علينا ان نقتله لحق النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض الملكية وبعض الشفاية لان المسبة او لان السب قصف وحد القصف لا يسقط بالتو لو يسلم يقام عليه الحد قتلا يقتل يقتل ايه حدا ويكون مسلمة ويصلى عليه احسن اذا حكم من سبه انه كافر وانه يقتل فان تاب تاب الله عليه وقبل اسلامه ولكن يقتل حدا هذا حكم من سبه نفس السلم والناقد الاخير الذي اتكلم عنه اليوم هو كتاب الله جل وعلا او حق كتاب الله الله جل وعلا انزل هذا الكتاب لنعظمه وانزل هذا الكتاب ليكون دستورا للحياة وانزل هذا الكتاب ليحكم ليحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم من بعده الامير او الخليفة علينا بهذا الكتاب العظيم الذي هو دستور كل شيء ودستور حياتنا قال الشافعي ما من صغيرة ولا كبيرة او ما من اشكال يطع الا وتجد في كتاب الله التبيان والحل قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهذا الكتاب اولى بالتعظيم والتبجيل فمن نحاه خلفه ظهرية وحكم القوانين الوضعية فقد كفر نقول اتى بكفر هذا كفر نوع العين كفر نوع ليس بكفر عين كل نحن تكلمنا عنه هذه كفر نوع لا كفر عين فمن حكم غير الشريعة السمحة فهذا كفر والله جل وعلا سماه في كتابه كفر ومن استهزأ بآية من آيات الله جل وعلا فقد كفر ومن استخفى بآية من آيات الله جل وعلا فقد كفر وصور ذلك كثيرة ان يستهزئ بحق من الاحكم الذي اتى به هذا الكتاب مثلا يعني الله جل وعلا يبين ان اهل الكفر في النار واهل الايمان في الجنة يستهزئ بهذا الحق كما حدث في بعض او باشي الناس هو يعني بينكتوا الاستهزاء بآيات الله ايضا مضمون استهزاء بآيات الله بينكت بيتكلم كلام يستضرف عشان يضحك الناس يقول ان اتنين واحد منهم يعني بعد ما كان على فساد مات على صلاح فدخل الجنة والتاني بقى على الفساد فمات ودخل النار وهذا كذب اصلا واستهزاء فيكفر به فراجل تألم فين صاحبه في الجنة فخرج اللي من الجنة ده رح له النار فقال له انت جيت ليه قال له انا جاي اجيب ولعى من عندك والعزل اللي فهمينها جاي وقلع الشيشة يعني جاي اجيب ولعى من النار هذا كفر كفر نهيج على الاغبة منه والاسفه منه واحد زي مصطفى حسين رسم الكاركاتير ومعا احمد رجب المخبول هذا الحاصل ان كان فيه في مصر ولد طبال كان بيعمل امهم عمل خسيس هذا الرجل او هذا العمل خسيس كان يعني طبال بيطبل لرقصات فتاب الله عليه اكفر الناس لما يتوب الله عليه يرفع ولا يضره شيء تاب الله عليه وتابه واعلن توبته وفضلته فالمهم عشان الاعلام يغطي بقى البشرات دي كلها فمسكوه ضربه وتاعه وطلع في التلفزيون ده طبال ده طبال كل شوية للنهار طبال طبال فطلع من صفح حسين ورسم امرأة بترقص على جنبها الشمال والعزب الله والطبال وراها بيطبل فبيقول لها اتقي الله وتراقصي على الجانب اليمين ان الميمنة خير من الميصرة كفر اقسم برب العزة كفر بهذا كفر استهزاء باعيات الله جل وعلا والاخبى منه هذا احمد رليا والذي يكتب هذا الكلام والتاني يعملها بالكركاتير والاخر رسم الكركاتير ايضا يعني رسم واحد في النار عمال يتعذب ويصوت والتاني جنبه بيصوت واحد تحت في الدركة اللي تحت مع امر واحد بيتروح بيها امام الناس اللي في النار فهم جاي تحت كده كاتب سهم كوسة اه كوسة محسوبية في النار ولا عزب الله قطح في حكمة الله وفي عدل الله جل وعلا وقطح واستهزاء بحكم من احكام اتى بيها الكتاب كذلك خسارة ابن ام زيد تعرفونه عجيب عنده مشهور جدا لكن بعض الدولار بيشتهر بينهم باسم ناصر ابو زيد ارى ان هو خسارة ابن ام زيد ما ينفعش يكون رجل هذا الرجل ما ينفعش وغراب البين مراته اللي بتقول لا لا زوجي ده تقول الليل بيقيم الليل وحفظ القرن كله تنطع وانتقد كتاب الله جل وعلا وهو يقول ما ينفعش ان احنا نفرق بين المرأة والرجل المرأة المخلوق الكائن الضعيف هذا لابد ان احنا اصلا نعطيه ضعف الرجل مش الراجل اللي ياخد ضعف المرأة ويتنطع ويتكلم عن المواريث بعقله الخرب وزبالات ازهانه فهذا ايضا كفر والعذب الله وانتقاص من كتاب الله ومن ايات الله جل وعلا الامام النووي يقول في عصرنا حدث هذا يقول من قرأ القرآن على الدف فقد كفر دولة عربية رفعت سهل واشهرت على كده من الناس قالت يعني الناس الآن الموسيقى تعبتهم والأغاني هجمت عليهم فاحنا عايزينهم يتقبلوا القرآن فايه رأيكم نقرأ القرآن على الدف عشان الناس تستمع كف واستهزاء بآيات الله جل وعلا حدث في دولة عربية رفعت هذا الشعار قالت ممكن نقرأ القرآن على الدف والامام النووي فراد الطلبين يقول من قرأ القرآن على الدف أو على القضيب فقد كفر لأنه استهزاء بآيات الله جل وعلا أيضا تكذيب الأحكام التي أتى بها الكتاب هو أيضا كف والعياذ بالله والدليل النص القطعي على أن هذا ناقد من نواقد الإيمان أن الله جل وعلا قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الشهاد قالوا آياته كنتم تستهزئون قد كفرتم والآية الثانية قال سورة الجسية آياتنا اتخذها إيش فزوة والعياذ بالله فهذه أيضا من دلالة الكتاب على نواقع على أن القول في الكتاب أو الخرص في الكتاب أو مسبة الكتاب أو عدم احترام كتاب الله جل وعلا كفر أيضا من الأدل على كفره باللزوم أن الذي أنزل الكتاب هو من الله جل وعلا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه فإذن الذي يسب الكتاب سب من أنزل الكتاب وهو الله جل وعلا وكفر من هذه الناحية يبقى علينا في نواقع الإيمان القولية إنكار المغيبات كالملائكة والجن وكيفية أن الاستهزاء بالملائكة كف وسنبين الصور التي حدثت أيضا في عصرنا هذا في الاستهزاء بالملائكة وإنكار وجود الجن كذلك إنكار البعث ثم نبدأ في نواقع القولية للقلب قول القلب كيف أكون ناقد للإيمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لو لكم وجزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان قضى وانصر فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وفرح به تكون قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقضى وانصر يقضع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم كثر يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك وعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك وعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم